تشبه بعضاً كلاب هاوس حلو فجأة في السعودية صار هو حديث الناس كلهم في لحظة صح وصل ذروة سريعة صداكت وفي نفس الوقت وصل قاع سريع يعني ماذا قصة كلاب هاوس؟ أنا ما فهمت جميل كلاب هاوس ينطلع في الأزمة في نفس جائحة كورونا وكان في إبريل عام 2020 وكانت على صدوره لأنهم نفس رواد الأعمال الموجودين في مناطق في أمريكا كانوا يبقوا هذا التطبيق اللي يسوي جلسات صوتية زي اجتماعاتهم اللي كانت فيزيائياً موجودة بس أنه بالتباعد صوتية كل واحدة في بيته مع عائلته وثمما هذا الأمر استمر لأكثر من شهر بعدين في نهاية العام مع انتشار جيد محصور في الدعوات كان بس يجيك دعوة عشان تدخل منصة صار حدث عزموا في هذا الحدث بعض المشاهير كل حدث صار كان فيه مشهور مشهورين هذا جاب يعني سلط الضوء على نفس التطبيق فبالتالي صار فيه طلبات على الدعوات وصارت الدعوات تباع حق كلاب هاوس بدأنا السنة هذه لقينا أنه نعم نحن في منصة جديدة مع الملل اللي موجود من المنصات الحالية وش بده شي جديد فكلاب هاوس كان شيء متوفر وموجود وبالفعل جاب لنا حس كان مفقود عندنا اللي هو الجمعات نحن عندنا الجائحة وعيشينها بالفعل آه يعني كلاب هاوس لو ما كان فيه أجواء تويتر يمكن ما يأخذها الزخم قصدك ما أظن أبداً لو ما كان فيه أجواء الجائحة والضغط ما أسودة تجتمع تسولف بالضبط تجتمع وتسولف و أنت عارف أنه لا عندك أحد بيعتبك على مسألة احترازات و أنت كاعداً بعيد و أنت صوت يعني أنت ما تحتاج حتى ترتب نفسك لأنه غلبت علينا تطبيقات الصوت و الصورة فهذا الأمر خلاه ينتشر الشركات الباقية اللي أصلاً عندها الخبرة و موجودة من سنوات كثيرة شافت هالتطبيق طلع و هالميزة ممتازة فقالوا ليش ما نستخدث هالميزة منها استحوذنا و رجعنا هالناس اللي هربوا له راحوا إلى التطبيق و خلينا عندنا ميزة جديدة فعلياً هذا السبب في موت إلى حد ما كاعد الآن ينفض موت كلاب هاوس بشكل جداً كبير أنت تشوف أنه يحتضر فعلياً يحتضر ما منه ذاك الفائدة الضخمة إذا أنت تتكلم على غرفة تقعد فيها وتقعد تسولف واللي حاضرين في هذه الغرفة مئة مئتين شخص لهم الحق ولكن إن وازعت هالوقت في منصة ثانية بتفيد ألف ألفين ثلاثة فليش تحرم نفسك و حاط نفسك مع هال عشرين ثلاثين يعني البديل اللي طرحوا تويتر ممكن يسوي شيء أفضل بكثير بل أنه جاب خصائص أذكى بكثير ما شفناه وتدولون والناس واجد أتوقع أن الفكرة نفسها كونها رجعت للرسمية راح عليها الأمل وكان مع وجود كلاب هاوس فيه ناس ودها تطلع للشهرة وتطلع للتأثير وتطلع للانتشار بشكل كبير فهنا لقوا هذه المنصة الجديدة اللي قاعدين يجمع فيها المتابعين وقاعدين يلاقوا أضواء عليها أنا شفت هاشتاق مرة أنه صار له حظر في السعودية هو محظور الآن في السعودية؟ إلى الحين ما يمديك تأكد هذا الأمر لقيته تمام أموره طيبة ولكن أشوف هم نفسهم عندهم مشاكل كالعادة التحديثات ما التحديثات والأمور اللي قاعد تطرع على نفس المنصة